موسيقى أحبائي أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وقفة مع السلوك اليوم غنطرق الموضوع ديال سوء الظن بالآخرين يعني الإنسان بعد الأحيان ما تعرفش جاع الأشخاص وتيمشي بسوء النية طبعا هذا شيء متعب ماشي الآخر فقط لكن لنفسك فتصور أنك تخاف من الجميع يعني كل شيء يبغي يسرقك أو يعبر لك شيء حاجة ممزياناش فهو متعب صراحة للإنسان يحس بهذا الشعور في الدوام لأنه طبعا ما عندهش أمان وتيحس دائما أنه غيقع له المشكل فالانتدار هذا المشكل دائما تسبب مشاكل من ناحية نفسية والسلوكية واللي طبعا غتأثر عليه من ناحية الصحية الله سبحانه وتعالى تقول في صورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إتم فطبعا هذا السلوك خسنا نقومه ونحاول ما أمكن أنه يعني نوي حاجة مزيانة وطبعا مني غادي نكون تنوي حاجة مزيانة وغادي نكون في إيجابية في التفكير ذياني فأنا غادي نجيب لي مسائل إيجابية وغادي كل أمور في أمان الله وحفظه أشكلكم على تتبعكم وما تنسوش سلوكك يحدد قدرك ترجمة نانسي قنقر